هذه المرة تبدو عودة الحكومة مختلفة إنها عودة لإثبات الوجود على الأرض هكذا يمكن القول بالنظر لجدول الأعمال الذي دشن بسلسلة من اللقاءات التي أجراها رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر ومجموعة القضايا التي تطرق إليها في كلمته خلال الاجتماع مع محافظي عدن ولحج والضالع وما حملته من وعود لحل العديد من القضايا والإشكالات أبرزها ما يتعلق بالجوانب الخدمية أو تلك التي تتعلق برؤية الحكومة للمستقبل عدنا ونحن ندرك الحالة التي عليها عدن ولحج وأبين والضالع اضطراب أمني دامي ومجمي وانهيار في الخدمات وعلى وجه الحصوص نقص يكاد يصل إلى حد الانعدام في الكهرباء والماء والمشتقات النفطية يرى الكثير بأن عودة الحكومة في هذه الفترة من شأنها دعم الموقف التفاوضي لوفد الشرعية في الكويت علاوة عما سيعقب بسط سيطرتها على المحافظات المحررة من استرجاع للعديد من الموارد والعائدات الأمر الذي من شأنه إضعاف موقف وسيطرة الميليشيا التي بددت موارد البلاد وإحتياطها لصالح عملياتها العسكرية فأما أن يلتزموا بتوفير المشتقات النفطية والصيانة لمحطات الدولة الموجودة وإلا وضعنا أيدينا على موارد المناطق المحررة إذن هي عودة لتدشين مرحلة جديدة يأمل فيها اليمنيون تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة كخطوة أولى للسيطرة على كامل الأراضي الخادعة لسلطة الميليشيا اشتركوا في القناة